نتشرف أيضا بأن يكون معنا تحديد فلسطين في الجزائر أستاذ نادر مقيم أستاذ باتريك الذي نرحب به ترحيبا خاصا ونشكر كيان صهيوني في المحاكمة الدولية وعجوز المخصوص في محكمة العزي أكثر من ثلاث ملايين شهيد منذ وطقا أكثر من مليون ونصف مليون شهيد هذا الحزب التي تصب في الدفاع عن القضايا النبيل القضايا الشهيد القضية الصحراوية التي لنتشرف توجه في مهمة رسمية بالدولة روسيا لكم الكلمة سلاح وجاهدوا من أجل تحرير هذا الوطن إدانتنا الشديدة لهذا العدوان الغاشم واليوم وغدا نحن مع فلسطين لأن تحرير سلاح وجاهدوا من أجل تحرير هذا الوطن لقد عملت الجزائر منذ سنوات على دعم القضية الفلسطينية وعلى أرضها الطيبة المباركة أعلن عن تأسيس الدولة الفلسطينية وقد بادل سيد رئيس الجمهورية سيد عنجد تبون جهودا مضنية في جمع القوى الفلسطينية لتكون جبهة واحدة متراصة في مواجهة الاحتلال الصهيوني وهي اليوم تواجه الجزائر تواجه الغرب في مجلس الأمن الدولي كعضو غير دائم وعلى الرغم من قسر المدة وعلى الرغم من قسر المدة التي تبوأت فيها هذا المقعد إلا أن استطاعت أن تطرح أكثر من مشروع على مجلس الأمن الدولي غير آبهة بالضغوط والمؤامرات التي تتعرض لها من كل جهة أتوجه بالشكر للشعب الجزائري أتوجه بالشكر للقيادة الجزائرية وعلى رأسها الرئيس عبد المجيد تبون والذي للأمانة هذا الرجل له الباع الطويل وفي دعم قضية فلسطين في مفاصل معين منذ إطلالته لوقف الهرولة أيام التطبيع عندما كان هناك هرولة فعلا وانبطاح أمام التطبيع مع العدو الصهيوني وكأنه كان بدعة الموسم في ذلك الوقت ثم دعوته إلى مؤتمر لمش شملة الذي صدر عنه إعلان الجزائر ومواقفه في محاكمة الاحتلال ودعوته للمؤسسات الحقوقية نقاط كثيرة ومهمة هذا الرجل تبناها وسمعنا منه الكثير أنه لن يهدأ لي بال حتى تحصل فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة تحية للجزائر رئيساً وشعماً وحكومة أما المصاري القانوني فهذا يعني يعتبر الملعب للاحتلال الصهيوني الذي يتحرك فيه دون أي منازع دون أي ضغط ولأول مرة يجد الاحتلال نفسه يقف في قفص الاتهام متهم بأبشع جريمة يمكن أن يتهم فيها دولة وهنا نوجه تحية إلى الجزائر التي نادت من اليوم الأول للمعركة إلى مقاضات الاحتلال وعدم السماح للاحتلال بمواصلة الإفلات من العقاب التغطت الإشارة جنوب أفريقيا تحية لدولة جنوب أفريقيا التي سارت في هذا المسار وأوجتت الاحتلال لأول مرة متهماً أمام العدالة ترجمة نانسي قنقر